سلام عليكم شباب اليوم عدنا مسألة مالة الموضوع هو الغاز تبريد الغاز هو الار مئة واربعة ثلاثين اي يدخل الى يدخل الى منظومة تبريد عند ضغط تسعة بار تسعة بار تين خمسين درجة القطر يقول قطر الانبوب عند الدخول يقول دي ان يساوي منظومة تبريد الغاز وabilأي تبريد من درجة اي يقول دي ان تبريد اي يقول دي ان تبريد الغاز يقول دي ان تبريد اي يومية اي يومية التحول الى ثلاثين درجة مئة وياه يومية درجة اي 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 يومية عند التبريد تكثف الغاز او لا اصلاح نشوف من الستيم تابلز او العفو من التابلز مع البروبرتيز يقول الفلسيتي عند الخروج 2.5 A out called 2.5 يترى الثاني والم دوت طعا للم دوت الان يساوي الام دوت اوت والساوي ستة كيلوغرام للمنت والساوي ستة على ثلاثين او يعفع ستين ساوي point one كيلوغرام بالثانية هاي المعلومات اللي عندنا الفلسيتي عند الانلت مطلوب البي ان مطلوب الان والدي اوت هاي المعلومات اللي عندنا بالسؤال ها معروف الام دوت يساوي رو في البي في الاي والساوي بي اي على نيو نيو بالمتر المكعب على الكيلوغرام وساوي واحد على رو نحصل بي ان يساوي الام دوت ان في النيو ان على الان مساحة القطر ولا أفو مساحة الانبوغ عند الدخول إذن عندنا فقط الـ VN اللي هو نحتاجه هسا هتنازم نلقى من الـ Tables نروح عند المعلومات عندنا 9 بار و 50 درجة مئوية رات نلقى بالـ Tables رات نلقى T-Saturation تساوي 35.53 درجة مئوية وهي أقل من 50 درجة مئوية في هذه الحالة رات نعرف انه هذا الغاز ديت خذ الـ Condenser بحالة السوبرهيتد نروح عند الـ Tables ما سوبرهيتد عند الـ VN الـ 9 بار و 50 درجة مئوية رات نلقى عندنا الـ VN 7.02472 متر مكعب على الـ Kilogram نروح عندنا الـ VN الـ Velocity بحالة 0.1 متر مكعب على الـ 0.1 Kilogram في الـ Linear 0.02472 على الـ Area الـ Area هي الـ Pi في القطر 0.02542 متر مكعب على الـ 4 سوبرهستي 0.025 سقر في 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 بفعله بالدخول المكتب المطلب الثاني عند الخروج عند الخروج راح نروح ايضا للستيم تابل عند الضغط 30 راح نلقي 30 30 هي اقل من 35 0.5 يعني T اقل من T sat راح نعرف ان الكير هذا T sat اذا عندنا تيمبرت الاقل راح يساعدنا يساوي الف يعني ساعدنا الغاز تكثف بالكامل ونضغط قليلا يعني هيا وهنا ساعدنا بالسبقود راح نروح بالتابل مع 134 اي راح نلقي عند الضغط بي ساوي 9 بار 7 35 30 35 نروح نروح 0.00847 0.00847 0.00847 0.00847 0.00847 0.00847 0.00847 ونحن نعوض انو الarea out يساوي الarea out يساوي M dot في M dot out في new out على V out ساوي 0.00847 0.00847 0.00847 0.00847 0.00847 0.00847 0.00848 0.00847 الساوي pi D مقدار في أربعة من قسم على باي و راح نسأل سكوير روتل هادا راح يطلع عدنا 0.00654 متر و هو يريد عدنا بالسنتيمتر بالمسألة قطر الانبوب عند الخروج تقريبا أكثر من نصف سنتيمتر و عند الدخول 2 سنتيمتر هذه المسألة ان شاء استفادتهم منها و شكرا جزيلا